ردا على التعانط الكابراني وإصراره على نهج سياسة التباكي بطعم العروبة المزيفة وخلط السياسة بالرياضة وتجيش بعض الجماهير المحسوبة عليه غير الجزائرين الأشقاء الأحرار الذين تربطهم بنا روابط الأخوة والدم ردا على ذلك كتب الإعلام المغربي المتألق بقناة الجزيرة تدوينات على حسابه بتويتر شدد من خلالها على أن المغاربة لهم من العزة والأنفة ما تجعلهم رجالا بكل المقاييس لا يقبلون إلا بالدخول عبر الأبواب وليس عبر النوافذ وعلق عبدالصمد ناصر بالقول حينما تغلق في وجه باب بيتك فعزة نفسي وكرامتي تفرض علي أن أرجع من حيث أتيت وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأضاف عبدالصمد بأن شعب المغربي أبي النفسي يأتي البيوت من أبوابها مستشهدا بقول الله عز وجل حين قال ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها والكن البر من أتقى وأتوا البيوت من أبوابها نقطة إلى السطر وفي تدوينة مماثلة كتب الإعلامي المغربي عبدالناصر بالقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في تجار الفتنة الذين زرعوا الكراهية في قلب أبناء شعب بيننا وبينه دين ودم وتاريخ ومصير مشتركان إلى متى هذا العداء والحقد الأعمى على المغرب والمغاربة الذين لا يكنون للشعب في الجزائر إلا كل الخير والمحبة واستغرب عبدالناصر تمادي النظام الجزائري في أغيلاق الحدود مع المغرب بحجة التطبيع متسائلا بالقول هذه مجرد ذريعة بلا مصداقية لماذا لم تغلق الجزائر أجواءها إذا أمام دول أخرى مطبعة غير المغرب ولماذا تصر على معادات المغرب منذ عقود لتقسيمه وتسلح مرتزقة البوليسار وتأويهم في الجزائر وتمولهم وتدعمهم سياسيا إعلاميا اشتركوا في القناة